أعلنت المقاومة الشعبية سيطرتها بشكل كلي على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الميليشيا ويأتي التقدم الكبير للجيش الوطني والمقاومة بعد ساعات من إسقاط قاعدة العند من سيطرة الحوثيين وأنصار المخلوع إلى ذلك تواصل قوة الجيش الوطني والمقاومة اليوم بعمليات تمشيط واسحة لفلول ميليشيا الحوثي والمخلوع في مناطق واقعة بمحيط قاعدة العند الجوية بعد سيطرة عليها كما بدأت فرق نزع الألغام بعمليات تمشيط واسعة داخل القاعدة الجوية وفي كافة مرافقها حيث نشرت الميليشيا مئات الألغام في أنحاء متفرقة من القاعدة الجوية وكانت شهدة القاعدة الجوية يوم أمس معارك عنيفة أوقعت عشرات القتلى في صفوف الحوثيين وفي محافظة لحش تتواصل المعارك العنيفة في عدد من الجبهات بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى وقالت مصادر عسكري أن معارك عنيفة تدور اليوم في مدينة الحوطة وضواحيها وستتقدم كبير للمقاومة في عدد من الأحياء والمناطق تمهيدا لتحرير المدينة كليا إلى ذلك تتواصل المعارك في معسكر لبوزة وعدد من الجبال الواقعة بين المعسكر وقاعدة العند الجوية ويشارك طيران التحالف العربي بغطاء جوي لتقدم المقاومة في كل من جبهة الحوطة وجبهة لبوزة ومناطق أخرى ومع التقدم الكبير للجيش الوطني والمقاومة في لحج يبدأ فصل جديد لإنهيار ميليشيا الحوثي بعد أسابيع من الضربة القوية التي تعرضت لها في عدن وتعتزم الحكومة عقب هذا الانتصار التقدم في عدد من المحافظات ابتثاء من تعز والضالع ووصولا إلى العاصمة صنعاء دارت عجلة الجيش الوطني وعلى ما يبدو بأنها لم تتوقف في قلب العند لكنه فصل جديد من كتاب نصر المقاومة كتبا وانتهى حسمت قوة الجيش الوطني المعززة بالمقاومة المعركة وانقشع غبارها عن وقوع قتلى وأسرى وفرار العشرات من عناصر الميليشيا إلى محيط القاعدة وعلى إثر ذلك تبرز محافظة لحج الهدف التالي للجيش فالحوطة ومحيط القاعدة العسكرية تدور فيهما معارك شديدة بينما تؤكد مصادر تمشيط مقاتلية المقاومة المدينة لتأمينها تحرير العند جرى بقوة وطنية مدعومة بخبراء من قوات التحالف برا وجوا وبذلك تكون المقاومة أحرزت هدفا استراتيجيا كاشفة ظهر الجماعة المتمردة وحليفها الرئيس المخلوع التي تذوب ميليشياتهم في المناطق الجغرافية المعقدة المجاورة للعند إذ تشكل السيطرة على القاعدة موقعا هاما لتوقف طريق الإمداد ونقطة انطلاق لتحرير لحج والضالع وتعز ونقول أن في خلال الساعات القادمة وفي خلال الأيام القادمة تدهي بالكامل معركة لحج وكذلك محرجة أبيان بمعنى تظل أقليم عدن بالكامل من عدن إلى لحج إلى أبيان إلى الضالع إقليم خالي من أي ميليشيات ثم الانتقال بعد ذلك إلى مدينة تعز والمدينة الرئيسية قاعدة العند ومعسكر لبوزة ومثلث العند مواقع حيوية اكتملت معالمها بالنسبة للمقاومة لكن الصورة لم تكتمل في لحج كمفتاح لتحرير المدن القريبة منها بعيد انقلاب الحوثيين على الشرعية بدعم من قوات صالح تمكنت ميليشي الحوثي من احتلال أهم قاعدة عسكرية في البلاد وأخلى الأمريكيون جنودهم منها في مارس من هذا العام بعد أن كانوا يتخذونها موقعا استراتيجيا لهم استعادتها اليوم تشكل ضربة قاصمة للميليشيا وقوات المخلوع إذ إن إحكام السيطرة عليها يقطع طريق الإمدادات القادمة من صنعاء عبر خط تعز عدن بكل تفرعاته ترجمة نانسي قنقر